الشركات العسكرية الروسية الخاصة الموت من أجل المال الشركات العسكرية الروسية الخاصة أخذت دوراً مهماً في الحروب في الدول المختلفة مثل سوريا وأوكرانيا حيث ساعدت النظام السوري في حربه على المعارضة وفي ليبيا أيضاً دعمت خليفة حفتر في أوكرانيا حيث تدعم الانفصاليين في قتالهم ضد الجيش الأوكراني وفي دول أخرى مختلفة شركة فاغنر هي تحولت من شركة محلية إلى شركة عسكرية دولية تمولها دول مختلفة من أجل مصالحها روسيا سوف تستفيد في السنوات القادمة كثيراً من الشركات العسكرية الروسية الخاصة لأنها ترى بأن هذه الشركات فعالة أكثر على أرض الواقع ولديها إمكانيات أكثر في العمليات المختلفة سيرغر بريغوجين الطباخ بوتين هو من أسس شركة فاغنر وبريغوجين لديه الكثير من المشاريع الاستثمارية لسوريا وليبيا حيث يستخدم عناصر فاغنر لبسط السيطرة على البلدان التي تتواجد فيها للحصول على فرص استثمارية في هذا البلد بعد التدخل العسكري الرسمي الروسي في سوريا نهاية 2015 تم جلب الآلاف من عناصر فاغنر للقتال إلى جانب النظام السوري شركة فاغنر منبثقة من شركة الفيلق السلافي المرخصة في هونغ كونغ وناشطة في سوريا منتصف 2013 خصوصاً في مدينة دير الزور حيث شنت عدة عمليات ضد المعارضة وتنظيم الدولة الإسلامية الهدف الوحيد لهم كان هو للسيطرة على حقول النفط وحمايتهم من الهجمات الخارجية والحفاظ عليهم لكي تبقى لهم موطن قدم في المنطقة في المستقبل وتعرف شركة الفيلق السلافي نفسها تعرفها على أنها شركة عسكرية خاصة أسسها أشخاص محترفون وضباط احتياط لديهم مهارات قتالية عملية وقيادية عالية وتقوم بأداء مهام في المناطق المعارضة للخطر ولسيما في أماكن العمليات العسكرية حيث تكون مهام الشركة وموظفها هجومية رادعة وقائية وهذه المهام تكون لصالح القوات العسكرية الرئيسية في البلاد تعتمد أنشطة الشركة على القانون الروسي وقوانين البلدان التي تحمي مصالح الشركات الروسية ولتنفيذ عمليات محددة داخل دولة ما قمنا بتشكيل فريق خاص من ضباط المهمات الخاصة السابقين الشركات العسكرية الروسية الخاصة ازداد دورها منذ بدء العمليات ضد تنظيم الدولة والمنافسة بين روسيا والولايات المتحدة من أجل السيطرة على حقور النفط في محافظة دير الزور لأن أغلب المواجهات المباشرة أو غير المباشرة حدثت في محافظة دير الزور بسبب أهميتها الاستراتيجية وتمركز أغلب حقور النفط فيها لكن لماذا يذهب الشباب الروس للقتال في الشركات الروسية الخاصة؟ صعب الجواب ما هي الأسباب ولكن أغلب التقارير رجحت بأن أغلب المرتزق جاءوا من مناطق فقيرة في روسيا وأغلبهم لديهم مشاكل مالية وإمكانية القتال تعطي لهم الكثير من الأموال ما يقارب من 3 إلى 4 ألاف دولار أمريكي في الشهر وهذا المبلغ لا يمكن عمله في الداخل الروسي فقط إذا كنت رجل أعمال كبير لذلك هم جاهزون للموت من أجل المال وهم يعرفون جيدا بأن الموت ممكن لأنهم يعرفون بأنه سوف يتم إرسالهم إلى أخطر المناطق في العالم وهم يعرفون بأن العائلة سوف تحصل على ما يقارب الأربعين ألف دولار لو تم قتلهم في أحد البلدان وأيضا إذا أصيبوا سوف يكون لهم مكافأة مالية لذلك مع أنه الموت الحتمي هم يعتبرون هذا الشيء مسليا لهم كما أوضحت التقارير يتم تدريبهم في مالكينو في مقاطعة كراس نودار الروسية حيث يوجد مركز ضخم يتم تدريبهم فيه فنون القتال ويتم منحهم مكافأة مالية ما يقارب الألف دولار كل شهر ليكون لهم تحفيز للعمل مستقبلا معهم من يساعد شركة فاغنر ويعطي لها المعلومات الاستخباراتية؟ مديرية المخابرات الرئيسية الروسية هي التي تعطي المعلومات الاستخباراتية للشركة لأن أغلب قيادات في المجموعة العسكرية أعضاء المخابرات الرئيسية وهم لديهم العلاقات والمعلومات الاستخباراتية الكاملة بخصوص كل منطقة يتم إرسال مرتزقة إليها المخابرات الروسية جيري لهم الدور الأساسي في تقوية مكانة فاغنر في الدولة المختلفة لأنهم هم من يضعون لها الخطة كيف يتم إرسالهم إلى البلدان المختلفة؟ القوات الفضائية الجوية الروسية هي التي تساعد المرتزقة للوصول إلى مناطق الصراع في ليبيا، سوريا، أوكرانيا وأغلب التقارير الاستخباراتية قالت بأن في أغلب المعارك المرتزقة كانوا متواجدين مع الجيش الروسي النظامي وكانوا يساعدوه في قتال المعارضة المسلحة وتنظيم الدولة الإسلامية حيث أظهرت التقارير بأنه أكبر تواجد للمرتزقة في القوات العسكرية للقوات المسلحة الروسية ولكن ماذا يحدث بجثث مرتزقة شركة فاغنر؟ كما أوضحت التقارير فإن الجثث لا يتم الإفصاح عن تواجدها فقط فقط يتم إعلام العائلة بأن قريبهم تم قتله وإعطاء مبلغ مالي لهم كمكافأة وتعويد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال ردا على سؤال حول وجود عسكريين متعاقدين روس في ليبيا قال حتى إذا كان هناك مواطنون روس فإنهم لا يمثلون مصالح الدولة الروسية ولا يحصلون عليه أي أموال منها وأضاف أيضا هناك كثير من المرتزق المختلفين في منطقة النزاع بما في ذلك حسب المعلومات التي تتوفر لدينا عدد كبير من المسلحين الذين تم نقلهم إلى ليبيا من منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا هذه العملية خطيرة جدا وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملان أن الشركات العسكرية الخاصة في الاتحاد الروسي خارج القانون ولم يسمع بوجودها شركة فاقنار سوف يكون لها دور أكبر في الحروب المختلفة التي يوجد فيها دور لروسيا حيث يسعى أصدقاء بوتين عبر استعمال شركة فاقنار كآدات لحماية الأنظمة الدكتاتورية في البلدان العربية وأيضا حماية المركز الهام لروسيا حيث تسعى الشركات عبر الدفاع عن الأنظمة للحصول على الموافقة من أجل الاستثمار والسيطرة على المراكز التجارية الحساسة